السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم فندق الخضر الذي سيقيمون فيه في سنغال لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد كشفت مصادر مقربة من الفاف عن مقر إقامة المنتخب الوطني الجزائري خلال مباراته الودية أمام مناظره السنغالي المقررة هادة الثلاثة في العاصمة السنغالية داكارا حيث سيقيم أشبال الناخب الوطني جمال بالماضي في فندق خمسة نجوم المتواجد بالعاصمة السنغالية داكارا والمطل على الكورنيشي كما يبعد 58 كم عن مطار بليزدياني وسيتمكن رفقاء محرز من الاستفادة من أفضل الإمكانيات لتحضير خلال إقامتهم بفندق راديسون ويدكر أن الخضر سيواجهون السنغال في مباراة الودية تحضيرية وستكون المواجهة على الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائري يوم الثلاثاء القادم وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد